أنا في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية صراحة شكر وتقدير لرئيس المركز البروفيسير جمال سند السويدي المواضيع كانت مهمة فيه عن أمن الخليج سواء ممرات بحرية أمن طاقة أمن قذائي وراح نتحدث على الأزمة الغطرية مع الخليج أعتقد هذه المواضيع لغت تجاوب من الحضور في أسئلة كثيرة سئلت في إجابات غامضة ليش؟ لأننا نتكلم على المستقبل ما هو مستقبل الطاقة؟ ما هو مستقبل الأمن القذائي؟ كل شيء بريدكشن في عمليات التخمين والتنبوة صعب الإجابة أعتقد أن هذه خطوة موفقة صراحة من مركز الإمارات خليني أنتهز هذه الفرصة أني أشكر دولة الإمارات على موقفها المشرف في حرب تحرير الكويت رحم الله الشيخ زايد وشكرا لقادة الإمارات شكرا لشعب الإمارات اللي كانت قلوبهم مفتوحة قبل بيوتهم فحفظ الله الإمارات وشعبهم وكل مكروم شكرا للمشاهدة